بيبدأ الفيلم في مصر ايام الفرعنة وبالتحديد في عصر الملك ستة الاول واللي بيكون متجوز اميرة اسمها انوكسون امون ومتعلق بيها جدا ولكن الاميرة بتكون مش حباه وبتخونه في الاصر الملكي مع امن حوطب كبير الكهنة ولما بيكتشف الملك خيانتها بتتعونه بسكينة في ظهره وبتموته هي وامن حوطب وساعتها بيسمع الحراس صوت صريخ الملك وبيروحه ناحية الاوضة عشان يشوفه فبتطلب الاميرة من امن حوطب انو يهرب بسرعة وبتقوله ان عندها فكرة شيطانية انها تموت نفسها لان الحراس كده كده هيخلصوا عليها وساعتها هو يستخدم كتاب رعي السحري ويرجعها تاني للحياة بحكم يعني انو كاهن وبيفهم في السحر فبيتطر امن حوطب يهرب وبيشوفها وهي بتموت نفسها وبعد فترة بيسرق جزتها هو والكاهنة بتوعه وبينقلها لمدينة الموتة وهناك بيجيب كتاب رعي واسناء ما كان بيقول التعويزة بيجي حراس الملك وبيقبضوا عليه هو والكاهنة بتوعه فبيكرر الحراس يعقبع من حوطب وبيعملوا عليه لعنة اسمها لعنة العقاب ودي اسوأ لعنة في مصر الفرعونية وبيحنطوه هو حي وكمان بيحطوا في التبوت بتاعه حشرات بتاكل لحوم البشر وبيقفلوا بمفتاح على شكل صندوق صغير عليه رمز الشمس وبعدها بيتفنوا في مدينة الموتة عشان محدش يحاول يفتحه انهائي وفي سنة 1920 بيهجم مجموعة جنود امريكان على مدينة الموتة بقيادة زابط اسمه ريك وده عشان يسرقوا الكنوز اللي فيها ولكن بيمنعهم قبيلة مصرية اسمها قبيلة الحراس وبيبدأوا يخلصوا عليهم كلهم وقتها بيهرب ريك وبيترضوا مجموعة من الحراس عشان يخلصوا عليه ولكن بيمشوا فوق رمال متحركة وبيتسحبوا تحت الارض بنروح بعدها لعالمة اثار اسمها ايفلين واللي بتشتغل في مدحف القاهرة وبتدرس علم المصريات واسناء ما كانت في المكتبة بتاعت المدحف بتوقع ارفف الكتب من غير ما تقصد فبيجي مدير المدحف يزعق لها وبيأمرها تصلح اللي عملته وبالليل بتسمع صوت في قسم المميوات وبتروح تشوف في ايه فبيتلاقي ممية طالعة من التابوت وبتفضل تصرخ بصوت عالي لحد ما بتكتشف ان ده يبقى جون اخوها وكان بيعمل فيها مقلب فبيديها صندوق فرعون صغير وبيقول لها انه سرقوا من مسجون سكران فبتفتح ايفلين الصندوق وبتلاقي فيه خريطة لمدينة الموتة فبتروح ايفلين توري الخريطة لمدير المدحف واللي بيقول لها انه الخريطة دي مزيفة ومدينة الموتة ديت مجرد اسطورة مش اكتر ولكن ايفلين بتكون متأكدة ان المدينة ديت موجودة وبتتفاجئ ان المدير حرق الخريطة فبياخدها جون للمسجون اللي سرق منه الصندوق وبيطلع ان المسجون دوت يبقى الزابط الامريكي ريك وبتسأله انت جبت الصندوق ده منين فبيقول لها انه سرقوا من مدينة الموتة وكمان عارف مكانها وممكن يوديها هناك ولكن بشرط انها تخرجوا من السجن ووقتها بيتحكم عليه بالموت وبتروح ايفلين عشان تتكلم مع حسن مأمور السجن وبتقوله ان ريك يعرف مكان مدينة الموتة اللي فيها كنوس كتيرة جدا وبتعرض عليه تديه 25% من الكنز في مقابل ان يحرر الزابط ريك فبيوافق حسن وبالفعل بيحرره وبيعرف انه هيجي معاهم للرحلة ديت عشان يتأكد انهم هيدلوا نصيبه من الكنز وتاني يوم بيركبوا السفينة عشان يروحوا لمدينة الموتة وهناك بيقابل ريك مجموعة امريكان على السفينة رايحين لمدينة الموتة وبيعرف منهم ان في واحد صاحبهم اسمه بيل عارف مكان المدينة وهيوصلهم لهناك فبيتجهر هيك كلامهم وبيعرف انه ممياء الكهنة من حوتب مدفونة في مدينة الموتة وفي اشعاب بتقول ان التابوت بتاعه لو اتفتح هيحصل لعنة في مصر كلها ولكن ريك بيكون مش مقتنع بموضوع اللعنة دوت وبيقول ان اكبر مشكلة بتواجههم دلوقتي ان في قبيلة مصرية اسمها قبيلة الحراس بيحرصوا مدينة الموتة ومنعين اي حد انهم يدخلوا للمدينة وبعد شوية بيوصل الحراس للسفينة وساعتها بيدخل واحد منهم على ايفلين عشان يموتها ولكن بييجي راك ينقذها وبيضرب عليه نار وبيتفاجئوا ان الحراس حرقوا السفينة فبيضطروا ينطوا في المية لحد ما بيوصلوا لجزيرة وبيكون معاهم جون وحسن فبيروحوا ام الاربعة لمدينة قريبة وبيشتروا جمال عشان يتحركوا في الصحرة ناحية مدينة الموتة وبيكون الحراس واقفين بعيدوا وبيرقبوهم وفي طريقهم بيشوف ريك مجموعة الامريكان اللي قابلهم على السفينة وبيكونوا رايحينهم كمان لمدينة الموتة وفجأة بيلقوا الشمس بتشرق وبيظهر قدامهم المدينة فبيتحركوا كلهم ناحيتها واول ما بيوصلوا بيبدأوا يدوروا على الكنوز اللي فيها عشان يسرقوها فبيدخل ريك واللي معاه لغرفة تحت الارض وده عشان يدوروا على كتاب رعي السحري على امل انهم يلاقوا فيه خريطة توصلهم للكنوز اللي في المدينة وقتها بيكتشف مجموعة الامريكان غرفة سرية وبيرفضوا يفتحوها ليكون فيها فخ فبيكبروا العمال اللي معاهم انهم يفتحوها وبيخرج بينها غاز سام بيقضي عليهم كلهم فبيخاف مجموعة الامريكان وبيهربوا بسرعة من المكان وساعتها بيلاقي المأمور حسن احجارة على الحيطة وبيكون فكرها مجوهرات ولكن بيخرج منها حشرات اكلة للحوم وبتدخل جسمه وبيموت وبعد شوية بيلاقي ريكو اللي معاه تابوت امن حوتب وبيكون مقفول بمفتاح على رمز الشمس فبتكتشف ايفلين ان السندوق اللي اخوها ادهولها يبقى هو مفتاح التابوت بس قبل ما تفتحو بييجي الحراس وبيهجموا على الكل اللي في المدينة عشان يخرجوهم منها فبيحاول ريكو يخلص عليهم بالمسدس اللي معاه وبيولع ديناميت وبيهدد بيه زعيم الحراس فبيحذروا الزعيم انه هيندم ندم عمره لو فتح تابوت امن حوتب وبعدها بياخد رجالته وبيمشي من المكان في الوقت دوت بيكتشف الامريكان صندوق مكتوب فيه باللغة الهيروغليفية ان الشخص اللي هيفتح الصندوق دوت هيموت فبيتجهله التحذير وبيفتحه الصندوق وبيلاقه جواه كتاب رعى السحري وفي نفس الوقت بيفتح ريك تابوت امن حوتب وبيلاقي فيه الممياء بتاعته لكنهم بيتفجئوا انه ممياء في مراحل التحلل وكأنه لسه ميت من شهر مع انه في الاصل ميت بقاله اكتر من 3000 سنة وبعد شوية بتخرج ايفلين وبتشوف واحد من الامريكان ماس الكتاب رعى اللي هي بتدور عليه فبتستنى لحد ما بينام وبتسرق منه الكتاب وبتتفاجئ ان الكتاب مقفول بالمفتاح اللي معاها وبتفتح الكتاب وبتفضل تقرأ التعويز اللي عليه لحد ما بتتحرك ممياء من حوتب وبيرجع للحياة مرة تانية وفجأة بيلاقوا السرب من الجراد بيطير من السماء وبيهجم عليهم فبيطلعوا يجروا وبيدوروا على مكان يستخبوا فيه لحد ما بيلاقوا حشرات خرجة من تحت الارض ولما بيهربوا منها بتسند ايفلين على الحيطة وبتقع في غرفة سرية فبتشوف قدامها واحد من الامريكان عينه مش موجودة وفجأة بتظهر قدامها ممياء من حوتب وبيتحرك ناحيتها وبيباني ان هو اللي اخد عين الراجل الامريكي فبتصرغ بصوت عالي ولما بيسمعها ريك بيروح لها بسرعة وبيضرب امن حوتب بالبندقية وبيهربوا وفي طريقهم بيقابلوا زعيم الحراس وبيقول لهم مشان حذرتكم ما تفتحوش التابوت ده نهائي وبشرح لهم ان امن حوتب دلوقتي عاوز ياخد اعضاء كل اللي فتحوا التابوت بتاعه وده عشان يزرعها في جسمه وقوته ترجع له من تاني وبالتالي الحل الوحيد ليهم انهم يهربوا فورا قبل ما يمسكهم وياخد اعضاءهم وفعلا بيهربوا من مكان وبيشوف امن حوتب واحد مصري اسمه سليم وبيديله دهب في مقابل ان يدله على مكان ريك واللي معاه وتاني يوم بيوصل ريك لفندق في القاهرة وبيجهز شنطته عشان يسافر لامريكا فبتحاول ايفلين تقنعه انه ما يسافرش لكنه بيرفض وبيخرج يتكلم مع اخوها جون وساعتها بيوصل سليم للفندق وبيكون معاه امن حوتب ولابس قناع عشان محدش يشوفه فبيقلع القناع وبياخد جسم الراجل الامريكي اللي سرق عينه في مدينة الموتة وبسبب اللي حصل دوت قوته بتزيد وبتبدأ تحل اللعنة على مصر وبيقع نيازك كتير جدا من السماء فبيشوف ريك و ايفلين اللي حصل وبيروحوا للقوضة اللي فيها الاعمى وبيلقوا ان امن حوتب اخد جسمه فبيضربوا ريك بالنار وبيتفاجئ ان الرصاص مش بيقصر فيه وساعتها بيضربوا امن حوتب وبيحدفوا لبعيد وبيقرب من ايفلين وبيقول لها انه لازم يقدمها قربان وده عشان يرجع حبيبته انيكسو نامون بس فجأة بيشوف قدامه قطة وبيخاف منها وبيختفي فبيفهموا ان امن حوتب بيخاف من القطط وده لان المصريين القدماء كانوا بيعتبروا ان القطط هم حراس العالم الاخر وساعتها بتروح ايفلين اللي معاها لمدير المتحف اللي كانت شغالة فيه وبتلاقيه واقف بيتكلم مع زعيم الحراس وبيطلع انه عارفه فبيقول لها المدير انه كان قصد يحرق الخريطة بتاعت مدينة الموتة عشان ما يخليهاش تروح لهناك وبيبدأ يشرح لهم ان امن حوتب عاوز يرجع حبيبته انيكسو نامون للحياة وده عن طريق سرقة خمس برطمانات فيهم اعضاء جسمها وبعدها هيعمل تقوص معينة من خلال قربان بشري ومن الواضح انه عاوز ياخد ايفلين قربان عشان يعمل عليها التقوص ديت وبيعرفهم ان الامريكان اللي كانوا معاهم في مدينة الموتة لقوا الخمس برطمانات وسرقوهم وكل واحد منهم اخب برطمان عشان يبعوه في امريكا وقتها بيسمعوا صوت صريخ في الشارع وبيلقى امن حوتب خلص على واحد من الامريكان واخب منه اول برطمان ولما بيشوفهم بيطلع حشرات من بقه عشان يهجموا عليهم لكنهم بيقفلوا الباب بسرعة وبيروح امن حوتب يخلص على واحد تاني في الفندق وبيرجع وقتها لشكله الحقيقي وبعدها بيرجع لقودة ايفلين عشان يخدها لمدينة الموتة ويرجع حبيبته انكسو نامون ولكن بيجي راك في الوقت المناسب وبيطلع قدامه قطة وبيخليه خاف ويمشي من المكان فبتاخدوا ايفلين هو واللي معاه وبيروحوا المدحة في القاهرة وبتقوله ان الحل الوحيد ليهم عشان يقفوا امن حوتب انهم يلاقوا كتاب اسمه امون الزهبي لانه في تعويض سحرية مضادة هتقضي على امن حوتب نهائي فبيفهموا ان امن حوتب مسيطر على عقولهم وبياخدوا العربية وبيهرابوا بسرعة من المتحف لكنهم بيعملوا حدثة وبيكونوا متحصرين من كل ناحية وبيقولهم انه اخد الخمس بارتمانات من الامريكان وبيأمرهم يسلموا ايفلين وإلا هيموتهم كلهم فبتضطر ايفلين تسلم نفسها عشان تنقص صحابة وبياخدها امن حوتب لمدينة الموتة وفي الصبح بيروح ريك يركب طيارة هو واخوها جون وده عشان يروحوا المدينة الموتة وينقذوها ولما بيوصلوا بيشوفهم امن حوتب وبيصنع بسحر عصفة راملية عشان يخلص عليهم ولكن ايفلين بتمنعوا وبتقع بيهم الطيارة من غير ما يحصل لهم حاجة فبيدخلوا المدينة وبيحيى امن حوتب كل المميوات اللي في المكان وبيأمرهم انهم يخلصوا على ريك واللي معاه ولما بيروح لهم بيحاول ريك يموتهم وبيفجرهم بالديناميت وبعد شوية بيبدأ امن حوتب يربط ايفلين وبيخل المميوات يحرصوها عشان يقدر يقرأ التعويزة وبالتالي يرجع حبيبته انكسون امون للحياة وساعتها بيلاقي ريك وجون كتاب امون الزهبي وبتكون انكسون امون خلاص الرابط ترجع مرة تانية للحياة فبيدخل جون يشتت امن حوتب وبيقول له انه لقى الكتاب وساعتها بيستغل ريك للفرصة وبيجي يخلص على المميوات وبيحرر ايفلين فبيتعصى بأمن حوتب وبيهجم عليه وبيخنقه وقبل ما يقتله بتقرأ ايفلين التعويزة اللي في الكتاب وبتتسحب من جسمه الروح الشريرة وبيتحول لانسان عادي فبيموته ريك بالسيف وبيرجع امن حوتب لمميا مرة تانية وبيموت وفجأة بيلقوا المدينة كلها بتنهار وبتدفن تحت الرملة فبيخرجوا بسرعة وبيكونوا فرحانين جدا عشان اخيرا اتخلصوا من لعنة امن حوتب وبعدها بيركبوا الجمال وبيمشوا وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم في مصر سنة 5000 قبل الميلاد مع مالك قوي اسمه المالك العقرب وبنشوفه ومجمع جيش كبير من المصريين عشان يحارب اعداءه ويقضع عليهم لكنه للأسف بيخسر الحرب وبيضطر يمشي في الصحرة هو وباقي الجيش اللي معاه عشان يرجع مصر وبسبب حرارة الشمس بيبدأ الجنود يموتوا واحد وراء الثاني لحد ما بيبقى الملك العقرب لوحده وبيكون على وشك انه يموت هو كمان فبيقرر يعمل صفقة مع انوبس سيد الموت عند المصريين القدماء وبيطلب منه ان يدي له قوة وجيش كبير يهزم بيه كل اعداءه وده في مقابل ان يدي له روحه للأبد فبيوافق انوبس وبيحاول الصحرة الغابة اسمها غابة الواحة وبعدها بيحقق له رغبته وبيدي له جيش كبير وبيقدر الملك العقرب يهزم كل اعداءه بسهولة ولكن انوبس بياخد روحه وبيحبسها للأبد وبتقع الاسورة بتاعته في الرمل وبيختفي الجيش بتاعه وفي مصر بقى سنة 1933 بنشوف اتنم الجوزين اسمهم ريك وافلين وهم في مكبرة فرعونية مليانة عقارب ومميوات وعليها رمز الملك العقرب فبيلاهوا صندوق قديم جوا اسورة الملك العقرب اللي اختفت منذ آلاف السنين واول ما بيمسكوها بيبدأ المكان ينهار وبتظهر مية كتيرة جدا فبيخرجوا بسرعة من المكان ومعاهم الصندوق اللي فيه الاسورة ولما بيرجعوا للبيت بيدوروا على كتاب بيتكلم عن تاريخ الاسورة ديت وبيعرفوا ان الملك العقرب هيرجع للحياة بعد اسبوع لو حد لبس الاسورة ديت وساعتها العالم كله هيبقى في خطر واسناء كلامهم بيفتح ابنهم أليكس الصندوق اللي فيه الاسورة وبيلبسها وفجأة بيخرج منها صورة للأهرامات وبيفهم ان الاسورة دي مسحورة وبيلاقيها مش بتتخلع من ايده نهائي وفي الوقت دوت بيكون فيها صابة بيحفروا في مدينة الموتى الأسطورية اللي موجودة في مصر ومعاهم كتاب سحر فرعوني اسمه كتاب رعا وبيطلعوا انهم بيحفروا في المدينة عشان يدوروا على ممياء الكاهن الشرير أمن حطب وبيكونوا عاوزين يرجعوا للحياة مرة تانية وبالفعل بيقدروا يلاقوا الممياء وبيعرفوا ان اسورة الملك العقرب موجودة مع ريك وإيفلين فبيرحوا لهم عشان ياخدوها منهم ولكن إيفلين بترفض تدهالهم وساعتها بييجي قائد قبيلة مصرية اسمها الحراس عشان يمنعهم ياخدوا الاسورة وبيبدأ يتخانق معهم كلهم لكنهم بيقدروا ياخدوا إيفلين والسندوق اللي فيه الاسورة وبيهربوا من المكان وبيكونوا مش عارفين أصلا ان الاسورة موجودة مع أليكس فبيقول أليكس الوالده ريكع اللي حصل وبيعرفوا ان الاسورة في إيده وساعتها بيتصدم قائد الحراس وبيقول لريك ان أليكس في خطر وبيعرفوا ان الكائن أمن حوتب لو رجع للحياة هيكون عاوز الاسورة وده عشان يستدعي الملك العقرب ويخلص عليه لأن الشخص اللي هيموت الملك العقرب هيقدر يسيطر على الجيش وكله وبالتالي أمن حوتب عاوز يسيطر على الجيش عشان يحتل العالم كله وفي الوقت دوت بتكون العصابة رابطة إيفلين وبيقرأوا التعويزة في كتاب راع عشان يرجعوا أمن حوتب للحياة وفعلا بتنجح خطتهم وبيرجع أمن حوتب للحياة على الشكل ممياء وبيشوف قدامه واحدة من العصابة اسمها كيتي شبه حبيبته أنيكسو نامون وبيعرفها ان هيضحي بيها عشان يرجع حبيبته للحياة ولما بيفتحوا الصندوق اللي سرقوه بيتفاجئوا نسورة الملك العقرب مش موجودة فبيتعصى بأمن حوتب وبيأمر العصابة أنهم يخلصوا على إيفلين وفجأة بيهجم عليهم ريكو بينقذها وساعتها بيستخدم أمن حوتب سحره وبيستدعي أربع مميوات عشان يخلص عليه فبيهرب ريكو لمعاه وبيركبه أوتوبيس ولكن المميوات بتطردهم وبيقدر ريكو قائد الحراس أنهم يخلصوا عليهم بس قبل ما يهربوا بيأخذوا ابنه أليكس وبيمشوا فبيطلع ريكو يجري أوراهم ولكن للأسف مش بيقدر يلحقهم فبيطمنهم قائد الحراس وبيقولهم أن أمن حوتب مش هيقدر يأذي أليكس لأنه لابس الإسورة عشان من خلالها هيقدر يحدد مكان غابة الواحة اللي محبوس فيها روح الملك العقرب المهم في الوقت دوت بيتكلم أمن حوتب مع أليكس وبيقوله احنا لازم نوصل لغابة الواحة في خلال خمس ديام وإلا الإسورة هتموتك وبعد شوية بتيجي كاتي وبتجيب له ثلاث رجالة من العصابة بتاعتها وبتقفل عليهم الباب فبيجم عليهم أمن حوتب وبياخد روحهم عشان يرجع للشكل الحقيقي وقتها بيركب ريكو ومراته إيفل المنطاد وبيروحوا ناحية المكان اللي فيه أمن حوتب عشان ينقذوا ابنهم أليكس وتاني يوم بيقرأ أمن حوتب تعويزة في كتاب راع وبيرجع حبيبته أنكسون أمون للحياة في جسم كاتي وبيقرر يروح غابة الواحة عشان ينفس خطته في السيطرة على العالم ولما بيوصل ريكو اللي معاه بيتفاجئوا أن أمن حوتب ميشي وبيلاقوا أليكس سيبلعهم ورقة مكتوب فيها أن غابة الواحة موجودة قريب من معبة فعلة في أسوان فبيبعت قائد الحراس رسالة لرجالته عشان يساعدوه في التصدي الجيش المالك العقرب لو تم استدعائه وبعدها بيتحركوا ناحية الواحة وبيشوفهم أمن حوتب وبيتكرر يخلص عليهم فبيستخدم سحره وبيعمل موجة كبيرة من المياع عشان يغرقهم لكنهم بيقدروا يهربوا منه وبيوصلوا أخيرا للواحة وبالليل بيوصل أمن حوتب ورجالته للواحة وبيعرف أن روح الملك العقرب محبوسة في الهرم بتاعه اللي موجود في نص الواحة وفجأة بيهجم عليهم كائنات غريبة بتحرص المكان وبيخلصوا على رجالته واحد ورد تاني لكنهم بيخافوا من أمن حوتب عشان عنده قوة سحرية وبيبعدوا عنه فبياخد أمن حوتب حبيبته وبيهربوا من مكان وبيتحركوا ناحية الهرم وزاعتها بيسمع ريك صوت سريخ رجالة أمن حوتب فبيستغل الفرصة وبيروح ينقذ ابنه أليكس وبيهرب فبيقول لهم أليكس أنه لازم يدخل الهرم قبل شروق الشمس لأنه دوء الشمس لو جاء عليه هيتحول لموميا وهيموت وده بسبب أنه لابس اسويرة الملك العقرب وقبل ما يكمل كلامه بيسمعوا صوت غريب وبيلقوا الكائنات اللي بتحرص الغابة جايين عليهم فبيهرب ريكو اللي معاه وبيحدف ديناميت على الكائنات وبيتخلص منهم وأول ما بيلاقي إن الشمس بتشرق بياخد ابنه وبيجري بسرعة لحد ما بيدخل الهرم في آخر لحظة وساعتها بتدخلع لسورة لوحدها من إيد أليكس وبيرميها لبعيد وبعد شوية بتوصل إيفلين واخوها جون للهرم وفجأة بتظهر أنوكسو نامون حبيبة أمن حوتب وبتطعنى بالسكينة وبتمشي فبيتصدم ريكو وبيروح يتطمن عليها لكنها للأسف بتموت بين إيديه وهو منهار وساعتها المساعدة أمن حوتب بيلاقي الإسورة فبيكرر إنه هو اللي حرر جيش الملك العقرب ويسيطر عليه وأول ما بيدخل أمن حوتب للهرم بيتفعي إن تمثيل أنوبس أخده قوته بالكامل لإن ممنوع أي حد يستخدم السحر جوالهرم وده معناه دلوقتي إن أمن حوتب بقى إنسان عادي وبالتالي مش هيعرف يقتل الملك العقرب زي ما كان مخطط وقتها بيكرر ريك إنه يدخل الهرم لوحده عشان ينتقم لإيفلين ولما بيدخل مساعد أمن حوتب لغرفة الملك العقرب بيلاقيه قدامه عقارب كتير على الأرض فبيبعدهم بالسورة وبيشوف قدامه تمثال الملك العقرب وفي فتحة صغيرة على شكل الإسورة فبيفهم إنه لازم يحط إيده في الفتحة ديت عشان يحرر الجيش وبالفعل بيبدأ الجيش يتحرر وبيوصل قائد الحراس ومعارك جالته عشان يستعدوا للحرب ضدهم وأثناء ما كان أليكس قاعب مع خالو جون بيتجيله فكرة إنه يسرق كتاب راعي السحري ويرجع والدته إيفلين للحياة وفي الوقت ده بيدخل ريك لغرفة الملك العقرب وبيشوف مساعد أمن حوتب وبيكرر يخلص عليه فبيضطر المساعد إنه يشيل إيده من الفتحة وبيلاقيها تحولت العضم وساعتها بيكرر أمن حوتب إنه يحرر الملك العقرب وده عشان يخلص عليه ويتحكم في الجيش بتاعه فبتمنعه حبيبته أنيكسو نامون وبتحاول تقنعه ما يخطرش بحياته لإنه بقى إنسان عادي ودلوقتي مستحيل يقدر يقتل الملك العقرب فبيصامم أمن حوتب على رأيه وبيكرر ينفس خطته وفجأة بتتحول كل الرمال اللي في الصحراء لللون لسود وبيظهر جيش الملك العقرب فبيهجم عليهم قائد الحراس وجيشه وبتبدأ معركة قوية ما بينهم وساعتها بيروح جون يشتت أنيكسو نامون لحد ما أليكس يسرق الكتاب وبعدها بيبدأ أليكس يقرأ التعويزة اللي هترجع أمه إيفلن للحياة وبالفعل بترجع إيفلن للحياة وبتمسك إيد أنيكسو نامون قبل ما تخلص على أخوها جون وساعتها بيروح راكي يتخانق مع منحوتب وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيتفتح قدامهم باب بيخرج منه الملك العقرب وبيتفاجئوا إنه نص إنسان ونص عقرب فبيركع أمان حوتب قدامه وبيقوله إنه هو اللي حرره وبيشاور له على ريك وبيقوله إنه واحد من أعداؤه وجاي يقتله فبيتعصى بالملك وبيهجم على ريك وقبل ما يقتله بيشوف قدامه مساعد أمان حوتب وبيخلص عليه وفي نفس الوقت بيقدر قائد الحراس ورجالته يخلصوا على جيش الملك العقرب وبيفرحوا جدا ولكن فرحتهم مش بتكتمل وبيلاقوا قدامهم جيش أكبر من اللي هم هزاموا بأضعاف فبقى بيشوف ريك رسومات هيروغليفية بتوضح الطريقة اللي ممكن يقتل بها الملك العقرب وده عن طريق رمح ذهبي عليه رمز النجمة فبيفتكر إن جون لقى الرمح ده قبل كده وهو مقفول وبيطلب منه إنه يفتح الرمح بسرعة فبيحاول جون يفتحه هو وآلكس لحد ما بينجح وبيحدفهوله ولسوق الحظ أمان حوتب يمسكه فبيرمين حية الملك العقرب عشان يقتله ويقدر يتحكم في الجيش بتاعه ولكن ريك بيمسكه في آخر لحظة وبيقدر يقتل الملك العقرب قبل ما يقع في حفرة النار اللي تحته وبيؤمر الملك العقرب إنه يختفي هو والجيش بتاعه وفعلا بيختفي هو والجيش قبل ما يقضوا على قائد الحراس ورجالته وساعتها بتنهار الوحة كلها وبيكون ريك وأمان حوتب على وشك إنهم يقعوا في حفرة النار فبيؤمر ريك مراته إيفلين إنها تسيبه وتمشي من المكان فورا قبل ما يتضمر لكنها بترفض وبتروح تنقذه وبتسحبه من الحفرة ولما بيطلب أمنحوتب من حبيبته أنيكسون أمون إنها تساعده بتخاف وبتطلع تجري فبيقع منحوتب في النار وبيموت وده يا صديق العزيز جزاء اللي يصق في واحدة المهم أثناء ما كانت أنيكسون أمون بتحول تهرب بتوعى في مكان مليان حشرات وبيكلوها وبتموت وقتها بقى بيهرب ريك وعيلته وبيطلعوا في الهرم عشان ينقذه نفسهم لإن الغابة كلها بتتدمر والحسن حظهم بيجي صاحبهم اللي وصلهم بالمنطاض وبيركبوا معها فبيتكعب الجون وبينقذوه قبل ما يقع وساعتها بياخد معاه التاج اللي موجود على تمثال الملك العقرب وبيمشوا من المكان في آخر لحظة وبيخلص الفيلم ياريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانيل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة